موسيقى جولة رياضية جديدة نأخذكم عبر الشرقية والشوط الثالث لنتعرف من خلالها على أهم المتابعات والأحداث أهلا بكل متابعينا في حلقة جديدة من حلقة الشوط الثالث نبدأ جولتنا من الاجتماع الأول الذي عقده الكابتر راعت حمودي بالمكتب التنفيذي لللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لمناقشة واقع الاتحادات الرياضية وسبل الارتقاء بنجاحها إذ عقد الكابتر راعت حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية اجتماعا مع أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة مستقبل عمل الاتحادات الرياضية ورحب حمودي بأعضاء المكتب التنفيذي الجدد وتمنى لهم الموفقية والنجاح في قادم عملهم وأكد أن واقع الاتحادات الرياضية يحتاج لتكاتف الجميع من أجل دعمهم وتوفير فرصة الارتقاء بالإنجاز الذي يطمح إليه الجميع مشيدا بدور الحكومة بدعم المنتخبات الوطنية مهني المنتخب الشباب بتأهله لكأس العالم والدور قبل النهائي من كأس آسيا وحضر الاجتماع من عام الأولمبية هيثم عبد الحميد والأمين المالي أحمد صبري طبعا فعلا الاجتماع للكابتر عام الحمودي كان جدا مهم لأنه ناقش الكثير من واقع الاتحادات الرياضية الاتحادات التي تحاول أن تحقق شيء في ظل الأزمة المالية القانقة لا سيما بعد سحب البساط المالي من اللجنة الأولمبية العراقية ورميها في وزارة الشباب أغلب الاتحادات الآن تتعاني من البيروقراطية من المراجعات من موظفي الوزارة اللي مدى يتعاملون وقيمة الحدث الرياضي طبعا هاي الأمور كلها تؤثر على الإنجاز الرياضي واجتماع اليوم من قبل الكابتر عاد حمودي ناقش الكثير من الأمور اللي يأمل الجميع أن تزال وأن تعيد هيبة الاتحادات الرياضية نتابع ما تحدث به أمين عام اللجنة الأولمبية هايثم عبد الحميد لعدسة الشوط الثالث عن طبيعة هذا الاجتماع كان هناك اجتماع ترحيبي بالعضاء جدد المكتب التنفيذي من فترة طويلة لم يكتمل العدد الثوى 13 أضوى بالمكتب التنفيذي اليوم بعد انتخابات التكمية للمكتب التنفيذي جاد في داعش الثلاث السبت الماضي كانت أجواء تسودها الود بين العضاء والحمد لله والشكر سوف يستمر المكتب التنفيذي فيها أما هناك رؤية أخرى جديدة سوف تأرض وسوف يتم المقاش لها ثم يخص أعداد وفوت المشاركة اللجنة الأولمبية والجميع الأمور المتعلقة باللجنة الأولمبية التي تكون فيها طرف كالدورات والقوانين والأنظمة وأكيد هناك سيكون دعم ورعاية وتوجيه لكل من يرغب أن تقدم له اللجنة الأولمبية كاتحادات الأولمبية إذن نتمنى النجاح والموفقية لجميع الاتحادات الرياضية والنشاطات الرياضية والرموز الرياضية إن شاء الله مباشرة نأخذكم إلى طاشقند وبالتحديد إلى آخر وحدة تدريبية أداها منتخب شباب العراق قبل مواجهة اليابان في الدور قبل النهائي من نهايات كأساسية تحت عشرين عام والجارية في أوزباكستان إذن أنهى منتخب الشباب العراقي آخر وحداته التدريبية هذا اليوم في ملعب بونيو الدكور الفرعي الثالث سعدادا لملاقات اليابان الأربعاء في الدور نصف النهائي لمطولة كأساسيا حيث تدرب جميع اللاعبين من دون استثناء وسط أجواء جميلة تركز التدريبات على تمارين الياق البدنية وبعض التدريبات التكتيكية الخاصة باستخدام بعض الأساليب التكتيكية بقيادة المدرب عماد محمد وجهازه للتدريبين التمرينات غادرها اللاعب عبد الرزاق قاسم كابتن الفريق بعد نصف ساعة وذلك بسبب إصابة بسيطة شعر بها وفضل الجهاز التدريبي على إثرها منحه الراحة هذا واختار الاتحاد الأسيوي لاعب خط الدفاع آدم طالب ولاعب وسط المنتخب العراقي علي جاسم ضمن تشكيلة الأفضل اللي اختارها للمنتخبات خلال الدور بالنهائي لبطولة كأساسيا دون عشرين عام الفريق العراقي اشتاز المنتخب الإيراني بهدف لعلي جاسم بينما استطاع الفريق الياباني الوصول للدور قبل النهائي بعد فوزه على الشقيق الأردني بهدفين دون رد كل القلوب مع منتخب الشباب العراقي ممثل العراق وعرب آسيا في هذه البطولة المنتخبات العربية غادرت ولم يتأهل إلا منتخب العراق ممثلا لعرب آسيا في نهايات كأس العالم والوصول إلى الدور الربع النهائي بالتأكيد المباراة يبحث فيها العراق عن لقب سادس وهو آت بإذن الله تعالى في ظل الأجواء اللي يعيشها الفريق الشبابي في ظل الانتصار اللي حقق على المنتخب الشبابي الإيراني في ظل الحالة النفسية اللي يتمتع بيها أعضاء الوفد العراقي عماد محمد قادر على فكتلاسم المنتخب الياباني اللي ما تعرض إلى أي خسارة طيلة المباريات اللي خاضها ضمن مجموعته وضمن الدور ثمن النهائي تغلب على الأردن وتغلب على فرق مجموعته لذلك المؤتمر الصحفي اللي عقد الكابتن عماد محمد أشاد بالمستوى العام للمنتخب الياباني وأتمنى أن يتكرر سيناريو 2001 بعد أن فاز العراق على اليابان في نهاي كأس آسيا بهدف لمدرب المنتخب الشبابي الحالي الكابتن عماد محمد وهو طبعا هدف لا يمكن نسيانة هدف جميل جاء في الوقت الإضافي بعد أن طبق الاتحاد الآسيو بتلك الفترة الهدف الذهبي لذلك هو سجل واحد من أرواع وأجمل الأهداف أتمنى أن يتكرر السيناريو العراق بحق اليابان ولعماد محمد سجل آخر بعد أن سطره هو لاعبا أتمنى أن يسطره وهو مدربا ويجتاز المنتخب الياباني إن شاء الله ونصل إلى المباراة الختامية سنكون معكم بإذنه تعالى في تغطية لهذه المباراة التي أتمنى فيها النجاح للمنتخب الشبابي العراقي مشاهدينا الأحبة نادي الأعظمية الرياضي كرم قناة الشرقية وبرنامج الشوط الثالث بدرع الإبداع تثمينا للجهود التي تبذلها قناة الشرقية في دعم الرياضة والوقوف خلف معاناة كل الأندية والرموز الرياضية الحقيقة فريق عمل الشوط الثالث ومتبثلا طبعا بزيد السراج كان حاضرا وتسلم درع الإهداء من إدارة نادي الأعظمية اللي أتقدم لهم بشكر جزيل وبالتأكيد سنستمر بدعم نادي الأعظمية وكل الأندية والاتحادات والرموز الرياضية هذا هو ديدا قناة الشرقية وبرنامج الشوط الثالث نتابع هذه اللقطات وأيضا هذه التصريحات من إهداء نادي الأعظمية درع الإبداع لبرنامج الشوط الثالث وأيضا لقناة الشرقية بسم الهيئة الإدارية ورئيس النادي الأعظمية الرياضية الأستاذ محمد عبد ستار نقدم هذا الدرع درع الإبداع إلى قناة الشرقية الرياضية الشوط الثالث لإهتمامها بالرياضيين اللعبات الفردية والرياضة العراقية وشباب العراق من الرياضيين ومن المجتمع العراقي ألف شكر لهم ودائما الشرقية يعني واقفة بنشاطاتنا الرياضية اللي يقدمها النادي واللي يقدمها اتحاد المصارع واللي يقدمها الرياضات الأخرى من الكيكوشنغاي والمصارع والملاكمة والرباعة وكرة القدم والخماسي وكرة السلة والكاراتي قناة الشرقية دعمتنا هوايا ويانا ويانا بالإنجازات ويانا ويانا بالبطولات وساندينا دائما يساعدون يعني يفتقدونه يجون للقاعة يشوفونه يشوفونه ونشكر من عندهم نهدي الدرع الإبداع والتميز إلى قناة الشرقية وبرنامز الشوطة الثالث والأستاذ محمد الناصر اللي أنهما دائما داعمين للألعاب الفردية ومتواصلين ويانا يعني يجون للقاعة ويتفقدون النادي فيستاهلون هذه القناة اللي يتدعم هذه الألعاب الفردية وتحاول يعني توصل صوت الشباب شكرا لكل المتحدثين ونتمنى النجاح والموفقية لنادي العظمية ولجميع الأندية الرياضية مستمرين إن شاء الله بهذا النهج مشاهدين أأخذكم مباشرة إلى محافظة النجف العزيزة الغالية اللي شهدت تأجيلا لانتخابات الهيئة الإدارية الانتخابات اللي شهدت غضب جماهيري من قبل رابطة المشجعين احتجاجا على ترشح بعض الأسماء اللي ما ترغب بيها الجماهير أن تكرر ترشيحها طبعا الانتخابات تأجلت بسبب غياب اللجنة المشرفة على الانتخابات إذ قررت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي تأجيل انتخاباتها إلى وقت اللاحق الانتخابات وتأجيلها جاء بسبب عدم اكتمال نصاب اللجنة المشرفة على تلك الانتخابات مصدر رسمي من النادي للشوط الثالث أكد أن الموعد الجديد سيعلن في وقت اللاحق من قبل الإدارة إضافة إلى الدعوات التي صدرت من قبل شخصيات رياضية مستقلة وكذلك من رابطة المشجعين بالضغط على المسؤولين عن تلك الانتخابات بعدم استماح بعودة أعضاء الهيئة الإدارية وعدم استماح بالترشح بعد أن شهدت الانتخابات اعتراض واسع لجماهير نادي النجف على الكثير من شخص الإدارة الحالية تحاول الاستمرار بالعمل وسط رفض جماهيري مهيري مهور ودوح الزراري مهور ودوح الزراري مهور ودوح الزراري طبعا بالمناسبة نادي النجف يشهد تقهقرا في النتائج بعد أن بدأ بداية جيدة تحت قيادة المدرب أحمد خلف لكن المدرب تم إيقالته والآن النادي في وضع لا يحسد عليه نتائجه متقهقرة وبالتالي الحقيقة موضوع نادي النجف إن شاء الله سنخصص لحلقها خلال الأيام القليلة المقبلة لأن هناك لغط أن الهيئة العامة لنادي النجف كلها أقرباء وابن العم وابن الخالة ومعروف منه والأسماء موجودة وصلتنا قوائم لذلك هذا النادي الكبير بتاريخه بعطاءه برموزه بنجومه يجب أن يفتح الأبواب على مصرعيها أمام رياضيين نادي النجف الحقيقيين من أبناء لعبة كرة القدم والطائرة والألعاب الأخرى إذا ردنا أن نتحدث عن رموز نادي النجف فهم كثار لكن أن تختزل الأسماء لشخصيات بصلة قرابة مع المسؤول الفلاني والمسؤول العلاني لا ما رح تقوم الرياضة يا جماعة ترى هو النادي مو حكر ولا النادي مسؤول لجهة معينة ما اعتزازنا لجميع الأسماء اللي موجودة لكن ابن العم وابن الخالة وابن الأخت وابن ابني وأخويا وقرائبي لا هذه مو رياضة صارت هذا توريث لذلك جماهير نادي النجف خرجت بهذه الهتافات والصيحات والحمد لله أن الانتخابات تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني للجنة المشرفة لكن هذا الموضوع نرجع لقريبا ونفتح الحوار ونستعلم من هم أعضاء الجمعية العامة لنادي النجف وهل يحق لحيدر نجم لعلي هاشم لغني شهد لأسماء كثيرة خدمة الرياضة العراقية ورياضة النجف العمل لهم بالحق للإداري هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله قريبا مع أمنياتي القلبية لنادي النجف بالعودة إلى سكة الانتصارات من النجف أأخذكم إلى نينوى العزيزة الغالية اللي شهدت احتفالية نادي الفتوى الرياضي برموز الرياضة الموصلية من أصحاب الإنجازات إذ نظم نادي الفتوى الرياضي في مدينة الموصل الاحتفالية لتكريم كوكبة من الأبطال والمدربين أصحاب الإنجازات على مستوى العراق وآسيا في كافة الألعاب الرياضية الاحتفالية بدأت بعزف السلام الوطني العراقي ثم ألقى رئيس نادي الفتوى نوفل الحيالي كلمته حيث أوضح أن الاحتفال بالأبطال جاء بالتزامن مع اعتزال المدرب الدولي جاسم حاجي الأب الروحي للعبة رفع الألقال الذي قضى كمسة عقود متتالية في مجال التدريب بالنادي والمنتخبات إضافة كان لابد من تقييم متائج فريق كرة اليد اللي استطاع من الوصول إلى المركز الرابع في منافسات دوري للعراق الممتاز بكرة اليد كذلك فريق كرة الطاولة وحضر الاحتفالية نخبة من الشخصيات الرياضية الموصلية أمثال النجم المونديالي حارس محمد والرباح حافظ الشاب والبطل الأولمبي فيصل مطلوب والبطل قيس سعد الله والحكم الدولي السابق يونس العبادي وآخرون وتحدث النجم الدولي حارس محمد عبر كلمة أشاد بها الإنجازات الرياضية على يد أبناء النادي في محافظة نينو وجرى في القتال توزيع الشهادات التقديرية والدروع على المكرّبين طبعا نبارك هذه الخطوة الرائعة من إدارة نادي الفتوة ومن الدكتور نوفل الحيالي اللي الحقيقة لاقت صدى واسع لأهالي نينوة وبالتحديد الرياضيين الأبطال أيضا محمود السيلفاني كان موجود وحاضر وهيئ هذه اللقاءات من تكريم نادي الفتوة لنموز الرياضة الموصلية نتابع هذه اللقاءات تعودت الهيئة الإدارية على إقامة احتفالية تحتفي بها برياضيها المتميزين وهذا اليوم نحتفي برياضيين متميزين قدموا عطاء متميز لمحافظة نينوة ولنادي الفتوة الرياضي نشكر الهيئة الإدارية لنادي الفتوة الرياضي ومتمثلة بدكتور نوفل الحيالي رئيس النادي وعضاء الهيئة الإدارية بالاحتفالية الجميلة التي قاومت في نادي الفتوة للفرق المشاركة في البطولات العراق وكذاك بطولة أندية المحافظة وحصلوا على نتاج متقدمة من الرفع الأثقال وكرة الطاولة وكرة اليد وباقية الألعاب نشكر جميع الذين ساهموا في هذه الاحتفالية الجميلة حضرنا حفظ تكريم فريق كرة اليد من ضمن تكريم باقي الفعاليات الرياضية في نادي الفتوة الرياضي تم تكريم مداربي نادينا وذلك لحصولنا على المركز الرابط في المرحلة الأولى في الدور العراقي الممتاز لكرة اليد نتمنى من الجميع المفقية والنجاح تقديرنا اليوم لنادي الفتوة الرياضي في تكريم المتميزين من لاعبي المبدعين في رفع الأثقال والتنس والفعاليات الأخرى نتمنى من كل الأندية أن تحذو حذو نادي الفتوة في تكريم المتميزين من النادي لأن هذا حافظ رح يدفع الرياضيين نحو تحقيق النتائج أيضا لازم أنفكر بأنه الرياضي فقط كرة القدم نحتاج إلى تشريع جديد من رئاس الوزراء أنه تعامل اللاعب الرياضي العراقي سواء بسواء بالنسبة للاعبين كرة القدم يعني ما أقوله أنه لاعب هو بطل العالم من لاعبي القتال من الموصل وما أحد يعرفه أيضا لدينا أبطال على صعيد آسيا برفع الأبطال شكرا لكل المتحدثين وأيضا شكر لمراسلنا في نينو ودهوك محمود لسليفاني نتمنى النجاح والموفقية والإبداع لجميع الرياضيين مباشرة أخذكم سادتي الأحبة إلى الحدث الأبرز على المستوى الرياضي هي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية اللي انطلقت يوم أمس بمباراة ممثل العراق الجوية وشقيقة الشباب السعودي هذه المباراة اللي جرت على أرض ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية اتعاد لفريق القوة الجوية وشقيقة الشباب السعودي بهدف لمثله في ذهاب الدور التمهيد الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة بحضور جماهيري غفير تقدم أصحاب الأرض بهدف لللاعب كرار نبيل بالدقيقة 38 من تزديدة رائعة وتمكن الشباب السعودي من إدراك هدف التعادل بواسطة المحترف القابوني أرون سلم ليتأجل الحسم لموقعة الإياب في العاصمة السعودية الرياض المباراة قادها طاقم تحكيمي لبناني مؤلف من الحكم علي رضا ساعده ربيع عميرات وعلي فقي أما الحكم الرابع هو الشيخ أحمد علاء الدين وستقام مواجهة الإياب بالرياض في السادس عشر من شهر نيسان المقبل هذه لقطات للمباراة اللي جرت على ملعب جذع النخلة واللي جمعت الجوية العراقي والشباب السعودي موسيقى 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 المترجم للقناة طبعا نبارك لفريق الجوية هذا التعادل لكن بالقرعة اللي جرت في العاصمة الرياض وبحضور أحمد خضير وممثلي لفريق القوة الجوية كانت المباراة مباراة الذهاب في الرياض ومباراة الاياب في ملعب جذع النخلة شنو اللي تغير؟ هذا سؤال لم تجب عنه إدارة القوة الجوية ولا الكادر التدريبي طبعا الادفانديج للفريق اللي يلعب مباراة الاياب على أرضه هذا كله نعرف لأن المباراة يعني تكون فاصلة على أرضك وبين جماهيرك وفي ملعبك الحالة النفسية تلعب دور لكن شنو اللي تغير؟ وليش العراق وافق أن يلعب مباراة الذهاب على أرضه؟ المهم انتهت المباراة بنتيجة التعادل فريق القوة الجوية يعني إذا قارننا بفريق الشباب السعودي اللي يمتلك ثمان محترفين من القابون ومن اسبانيا ومن بقية الدول فريق حقيقة فريق كبير على مستوى آسيا على مستوى الدوري السعودي وكنا نعرف علو كعب الدوري السعودي بمواهبة بنجومة باحترافيه وبمحترفيه لذلك النتيجة وفق المعطيات العامة بالنسبة للقوة الجوية اللي يلعب بلاعبين شباب ومحترفين هذا الموجود الحمد لله قدرنا انه نتعادل نعول على المباراة المقبلة بإذن الله تعالى اليوم رح نناقش طبعا الاداء الفني لفريق القوة الجوية في هذه المباراة مع واحد من عمالقة الكرة العراقية وهو طبعا بالتأكيد مدرب كبير ويعمل ايضا مستشارا في نادي القوة الجوية سينضم معي بعد قليل عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة وبالتأكيد الكابتن القدير مجمل فرطوس لنتحدث معه حول اداء المباراة ونتيجته لكن سنذهب الى هذا التقرير الذي يتحدث عن المباراة اللي انتهت بالتعادل الايجابي بين القوة الجوية وفريق الشباب السعودي علما انه هذه المباراة جرت على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة نتابع هذا التقرير تعادل فريق القوة الجوية بكرة القدم مع شقيقه الشباب السعودي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي اقيم على ملعب جذع النخلة في البصرة في اطار الدور التأهلي المؤهل الى بطولة كأس الملك سلمان للاندية العربية وتمكن لاعب القوة الجوية كرار دبيل من افتتاح التسجيل في الشوط الأول ومن ثم عادل الشباب السعودي في الشوط الثاني عن طريق آرون سالم وستحتضن العاصمة السعودية الرياض لقاء الاياب في السادس عشر من شهر نيسان المقبل قدم القوة الجوية مباراة كبيرة أمام الضيف السعودية ومن المنتظر أن تكون المواجهة الثانية قوية ومثيرة بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل الايجابي وعدم حسم الأمور زيد السراج لبرنامج الشوط الثالث طبعا شكرا لزيد السراج على هذا التقرير وأعود لأتحدث عن هذه المباراة طبعا هاي المباراة اللي تقدم فريق القوة الجوية رح نعرض بعض اللقطات زمين مخرج البرنامج وسيم أسامة رح نعرض هذه اللقطات فريق القوة الجوية طبعا بدأ بتشكيلة أساسية واستطاع من أن يحبط بعض الهجمات لفريق الشباب السعودي في بداية المباراة الحكم اللبناني طبعا ألغى هدفا لفريق الشباب السعودي بداعي التسلل فريق القوة الجوية استطاع أن يحبط بعض الهجمات بواسطة خط دفاعه والحارس في هذا الطالب هذا هو الهدف اللي سجل اللاعب كرار نبيل في الدقيقة 38 من عمر المباراة هدف كان جميلا ورائعا فريق الشباب السعودي أراد أن يحقق هدف التعادل خلال الشوط الأول ولكن يقضت الفريق الجوي وتكتيك المدرب قحطان شثير أراد إنهاء الشوط الأول بتقدم الفريق العراقي طبعا بالتأكيد الفريق السعودي في الشوط الثاني رمى بكل ثقلة لأنه المباراة مهمة جدا بالنسبة إليه وأراد أن يخطف على الأقل أضعف الإيمان التعادل حتى يلعب بأريحية في مباراة الإياب اللي رح تقام طبعا بالرياض يوم 16 من شهر نيسان المقبل طبعا رح يلعب بين أرضه وجمهوره وبالتأكيد هذه المباراة ستكون حاسمة بكل المقاييس لكن فريق القوة الجوية هل سيكون صيدا سهلا؟ بالتأكيد لن يكون صيدا سهلا قحطان شثير خلال المؤتمر الصحفي أشاد بلاعبي واعتبر أنه النتيجة جيدة من نسبة لفريق القوة الجوية قياسا لما يمتلكه فريق الشباب السعودي هذا الهدف اللي سجل القابوني طبعا من اللاعبين الكبار اللي هو أرون سالمس لاعب يجيد التزديد وكنا نعرف أنه ثمن محترفين من أوروبا وأفريقيا يمثلون فريق الشباب السعودي في الدور السعودي وكأس أبطال آسيا وحتى دوري أبطال العرب اللي أطلق عليه طبعا كأس الملك سلمان للأدية العربية الآن في هذه الأثناء يمضع معي في اتصال هاتفي من العاصمة الدوحة وعلى الهواء مباشرة الكابتن القدير مجبل فرطوس كابتن مرحبا بك يا ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وأهلا أستاذ ومشاهدي قناة الشرقية المحترمون سعداء جدا بحضورك الكريم معانا كابتن مجبل وبالتأكيد اليوم سنرمي في ملعبك وأنت خبيرا في كرة القدم على المستوى الفني وعلى المستوى التحليلي نتيجة المباراة اللي آلت إليها بين القوة الجوية والشباب السعودي واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ما هو رأيك بأداء فريق القوة الجوية في هذه المباراة وهل التعادل كان عادلين بالنسبة للجوية أهلا وسهلا بك أستاذ محمد مرة أخرى وأشهر بك وأشهر بقناة الشرقية طبعا مباراة القوة الجوية مع الشباب السعودي كانت مباراة يعني صراحة أنا كنت ما متوقع التعادل يعني الفريق النادي الشباب يحتل المركز الثالث في الدور السعودي وعنده لاعبين ثمان لاعبين محترفين ومن فرق المقدمة في السعودية أعتقد النتيجة التي خرجت بها النادي القوة الجوية يعني مقبولة لأنه فارق الإمكانيات بين النادي السعودي ونادي القوة الجوية القوة الجوية لعب بأسلوب أو بدظام لعب أربعة ثلاثة ثلاثة فهذا في الشق الهجومي بداية المباراة ويتحول لك أشياء تحليلية فنية ويتحول في حالة الدفاع السادة محمد إلى أربعة خمسة واحد فكان يعني جيد هجوميا وجيد دفاعيا عدة تحول كان بمستوى عالي أي فقدان للكرة نشوف الفريق كله يرجع ويغلق الفراغات وما صعب مهمة النادي السعودي وفي الدقيقة سبعة وثلاثين سنحت يعني كرة لللاعب كرار نبيل استطاع تزديد الكرة من خارج منطقة الجزاء ويسجل الهدف من أجمل الهدف بصراحة وهذا يعني هذا يطي يعني مؤشر بأنه نادي القوة الجوية كان هو يعني في أحسن حالاته وفي أحسن قدراته الهجومية بالشوط الثاني تعرفه أستاذ محمد تلاعب وتعرف الشوط الثاني أحيانا خاصة عندنا بالعراق أي نادي أو أي فريق نشوف هو متفوق رأسا وين يميل؟ يميل للدفاع ويحاول الرجوع للخلب هاي الحالة يعني قطت بجال للنادي الشباب السعودي أن يستحوذ على الكرة أن يستحوذ على مجريات هذا الشوط مما صعب يعني مهمة القوة الجوية وعلى هذا الأساس استطاع النادي السعودي ترجيل هدف أعتقد كان خطأ من اللاعب المحترف الذي استلم الكرة من فهد طالب حارس المرمى القوة الجوية نجح بإيقاف ظهيري اليمين النادي السعودي النادي الشباب السعودي ويعني نجح هذا الهدف الجميل الذي سجله كرار نبيل من خارج مطقة الجزاء أعتقد من الأهداف الجميلة جدا طيب إبراهيم بايش وإبراهيم بايش ومادو غلقه الفراغات بين حسن رائد من جهة اليسار وبين هذا اللاعب التونسي من جهة اليمين مما صعب مهمة نادي الشباب السعودي اللياقة البدنية يعني كثير ناس تكلموا وقالوا اللياقة البدنية للقوة الجوية يعني ليس بالمستوى أنا أقول عكس هذا الكلام القوة الجوية قدم مباراة ممتازة دفاعيا وهجوميا وبذل جهود كبيرة يعني حتى لو نسوي أحصائيات لللاعبين يمكن بين عشرة بين داعش كيلومتر يعني قاطعين اللاعبين بالإضافة إلى السرعة سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم وهذه تجي من أصلحة النادي القوة الجوية نعم أعتقد القوة الجوية أدى مباراة جيدة ولكن ونتيجة التعادل أعتقد نتيجة جيدة لأنه نلعب أمام فريق قوي جدا وفريق متمرس وفريق يملك لاعبين محترفين على مستوى عالي نعم إذا سمحك لي كابتن مجبل تفضل حضرتك يعني أيضا أنت مستشارا في نادي القوة الجوية نعم ولديك باع طويل هل لديك معلومة لماذا غيرت مكان المباراة بعد أن كانت في القرعة مباراة الذهاب في الرياض والإياب في ملعب جذع النخلة لكننا تفاجئنا أن المباراة تحولت وتم نقلها إلى البصرة هل لديك معلومات من الذي نقل المباراة ولماذا تم نقلها من الرياض إلى البصرة بالحقيقة استاذ محمد أنا وجهت لي دعوة رسمية لحضور المباراة مباراة في البصرة ولضيق الوقت والظرف يعني طار لم أستطع السفر إلى البصرة بالحقيقة هذه المعلومة أنا أول مرة أسمحها ما أعرف يعني مصدر المعلومة ومصدر يعني الناس اللي هم يعني شونة والأشخاص هل من الإدارة لا هي بالقرعة كانت كابتن طلعت بالقرعة المباراة الأولى للعب الرياض لكن اتفاجئنا أن المباراة صارت بالبصرة بصراحة يعني أنا ما أعد علم تعرف يعني هاي الأمور هاي الشغلات يعني إدارية يعني أنا ما أدخل يعني 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 علاقتي بالمدرب والكاذر الفني دائما وأتواصل ويا كابتن إن شاء الله ما أكو فرق يعني طبعا بيننا وبين الرياض إحنا بلد واحد إن شاء الله لا الله أنا أقول لك أستاذ محمد نعم إحنا ما أكو فرق ولكن المباراة الثانية عندما تكون في ملعبك أو في بلدك هذا اللي أقول لي أي أحسن 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 مما تكون في بلد الفريق أو النادي المنافس صحيح ما أعتقد يعني كان يعني اللي لعبين عنا بالرياض مباراة الأولى عدنا تصور وعدنا النتيجة وعدنا صحيح يمكن رح نغير طريقة اللعب أو اسلوب اللعب أو نظام اللعب نعم ولكن صراحة أنا ما أعرف هذه المعلومة يعني تكون صادق معه طيب خلينا نرجع لأجواء المباراة من الناحية الفنية كابتن نجبل أنا وياك والسادة المتابعين كنا نتفق أنه فريق الشباب السعودي أفضل بكثير من ناحية استقطاب اللاعبين من ناحية الأموال من ناحية وجوده يلعب في دوري أبطال آسيا يلعب بدوري المحترفين كنا نشيد بالأشقاء السعودين والنقل النوعية اللي صارت بالكرة السعودية والدوري السعودي اللي استقطب نجوم العالم من كريستيان رونالدو وغيرهم من اللاعبين لكن في ظل هذه المعطيات واجهنا فريقي ضم ثمان محترفين من دول العالم واستطاع الجوية أن يقف بلاعبي الشباب وبتواضع أنا أقول أنا أقول تواضع حتى استقطاباتنا وفق الأموال الموجودة بالنسبة لفريق القوة الجوية لكن أرجع وأقول يعني بإمكان قحطان شثير أن يفعل شيء على في المباراة المقبلة اللي راح يلعبها في الرياض وسط جماهير الشباب السعودي وإحنا كنا نعرف أنه فريق الشباب يمتلق قاعدة واسعة من الجماهير نعم كابتر مجود الطيق معلوم السادة محمد اليوم اليوم سوف يلعب لاعبنا الدولي المتألق سعد ناطق أمام كريستيان رونالدو رونالدو وهي يعني دليل بأنه مستوى الدور السعودي يعني مستوى عالي ومستوى راقي ويضم لاعبين الفريق السعودي الفريق السعودي يمتلك ثمانة لاعبين شوف حتى حارس المرمى محترف يعني هاي أول مرة أنا أعرف الأندية يعني أنا متعلم في قطر في قطر لا يسمحون لللاعب الحارس المرمى حتى في العراق قاتل أيضا في العراق لا نحترف نعم حتى لا يؤثر على يعني أداء أو مستوى الحراس فاصلا عندما يستقطبون إلى المنتخبات سؤالك السادة محمد أعتقد يعني هي مباراة صعبة ستكون في الرياض أكيد يعني خلن نكون صريحين وواقعين وأني إلي ثقة بلاعبين إلي ثقة بالكابتن قحطان وجهازه المساعد يعني المساعدين اللي معاه مدرب اللياقة كابتن أحمد جمعة يعني كابتن مؤيد جودي كابتن حامد مدرب الحراس يعني على مستوى عالي ومن سجمين أعتقد سيضعون الحلول المناسبة صح مهمة صعبة أنا أقول مهمة صعبة جدا ولكن كرة القدم كل شي جائر صحيح الله يتوفق نادي القوة الجوية في مباراته القادمة وخلال يعني أطيق معلومة يمكن الانتخابات القوة الجوية نادي القوة الجوية سوف تجرى يوم الجمعة القادم يعني يوم 17 3 في وقت يعني سبوعين حوالي شهر كامل الإدارة الجديدة سوف تكون يعني تهتم بالفريق أكثر النواقص اللي يعني تعرف القوة الجوية دائما هيئات موقتة يعني تبقى شهرين أو 3 شهر يعني تطلع يجي هيئة إدارية موقتة يعني المشاكل الإدارية الحمد لله يمكن ذكاء المدرب قحطان شثير وكادره المساعد وحتى المشرف أحمد خضير بعده وفريق الكرة عن المشاكل الإدارية والدليل أنه متصدر رغم المشاكل والهيئات الموقتة لذلك الكل يتحدث عن هذا الجانب كابتن مجبل صحيح أنا شاطر كري يعني كابتن أحمد خضير الرجل يعني وراء الكواليس عمل عمل يعني ممتاز بالإضافة إلى كابتن قحطان وجهاز المساعد وحتى كل الإدارات الموقتة التي عملت عملت بما يعني تستطيع ووقفت الفريق بالشكل الأمثل وحتى يعني بالبداية يعني سووا عقود مع اللاعبي كان يعني حتى يعني ما كان موجود يعني المادة يعني ولكن بالتعاون وبالروحية وبالتصميم وبالعمل الجماعي والتعاون بصراحة هذه قصة ناد القوة جوية يجب أن تدرز قصة يعني جميلة وحزينة ويعني فريق أو نادي بالعراق بدون إدارة حتى الإدارات التي تتوالت يعني إدارات الموقتة كان ممنوعة عليها الصرف صحيح يعني ممنوعة صرف المواد وتعرف المادة هي القصب الأول هي السبب الرئيسي في يعني استقطاب اللاعبين ولكن هاي تحسب يعني بصراحة أنا لديه وجه شكر للكابتن أحمد خضير يعني عمل ما فيه الكفاية في سبيل يعني استقطاب اللاعبين نعم بصراحة 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 ينافس على لقب الدوري والكأس أنت مع استمرار القوة الجوية بدوري كأس الملك سلمان أو دوري أبطال العرب أم أنه لا كان عليه أن يبتعد طالما أنه الظروف غير مواتية أو مهيئة للمشاركة بهكذا محفل أنا يعني مع مشاركة نادي القوة الجوية في بطولة كأس الملك سلمان يعني بقوة يجب أن يعني نتطور يجب أن ننظر للأمام يعني حتى أنا برأي بطولة الأندية العربية أهم من الدوري إحنا الدوري إذا أخذناه ما رح يصبح ولكن يجب أن إحنا القوة الجوية حصلنا ثلاثة بطولات كأس الاتحاد الأسيوي نعم قد بطولة العالم العسكرية فهذا ما يمنع أن نشارك اللاعبين موجودين المدرب والجهاز المساعد ممكن يعني بس كابتن نجمل الإمكانيات متواضعة قياسا بباقي الفرق حتى نكون منطقيين بأنت رجل قريب حتى من الكرة العربية والأسيوية وحتى نكون منطقيين نعم أستاذ محمد قريب أقول لك إن شاء الله يوم الجمعة قريب يعني بعد يومنا وثلاث تيام إن شاء الله تكون إدارة وسوف تعمل بشكل دائمي يعني تعمل أربع سنوات إن شاء الله تحل جميع الإسكالات وضمن الإسكالات جوز استقطاب المحترفين من المرشح للرئاسة كابتن من الأسماء الجدد والله أنا ماريد أسبق الأحداث يعني لا المرشحين مو تسبق الأحداث من اللي مرشح أعتقد المرشحين محمد صوب الله أعتقد للرئاسة أعتقد للرئاسة وفريق الشاب أيضا فريق الشاب أيضا أي ممكن نرشح سامير كاظم أي سامير كاظم أعتقد نائب رئيس أعتقد يعني أعتقد فريق عماد أيضا يعني كان في نيتا الترشح عماد الزهيري والله أي وحتى يعني كابتن هيفم كاظم نعم يابا نقول مرحبا بلي جي ولي يخدم والله هاي القوة الجوية يعني يعني تحتاج إلى ناس مخلصين ناس حريصين وإن شاء الله إن شاء الله البركة بيهم البركة بيهم إن شاء الله وإن شاء الله ببركة بالهيئة الإدارية ونقولهم مبروك إن شاء الله وتعملون في سبيل تطوير النادي نحو الأحسن بإذن الله تعالى كابتن نجبل أيضا أعود إلى الجانب الفني الفريق الجوي خاضها مباراة كبيرة أنا أعتبرها أمام الشباب السعودي الفريق المدجج بأسماء كبيرة سيلاقي فريق النجف وهو يبحث عن الاستمرار بالصدارة تعتقد هاي المباراة اللي أداها يوم أمس ستؤثر على أداء في مباراة الدوري أم قحطان يمتلك البدلاء المهيئين لغرض الحفاظ على الصدارة لا أعتقد يعني أستاذ محمد نعم مباراة الدوري أعتقد الآن أصبحت مهمة جدا لأنه أنت مصدر الدوري تحسب حساب لكل الأندية أعتقد اللاعبين الموجودين في القوة الجوية البدائل الكثيرين ممكن يعمل تدوير يعني كابتن قحطان ممكن يعمل تدوير لللاعبين اللاعبين المصابين والحمد لله لم تكن أي أصابة من مباراة الشباب السعودي يعني نعتبر أحد من مباراة الدوري ويصير يعني كابتن أحمد جمعة هنا يبدو دوره دوره في يعني عادة اللاعبين إلى وضعهم الطبيعي من خلال الاستشفاء طيب من خلال الترويع وحتى هم الطيارة راحوا من بصرة إلى إلى نعم طائرة خاصة نعم طائرة خاصة طائرة خاصة نعم الحمد لله إن شاء الله الأمور تكون طبيعية قابل قابل ناخذهم نفرات الله يخليك لازم طائرة خاصة كابتن على عجالة ويسعدني حضورك الكريم معي وأنا سعيد جدا بمحاورة واحد من عمالقة الكرة العراقية الشباب العراقي سيلاقي اليابان وأنت محلل لهذه المطولة من البداية للنهاية على عجالة رأيك بهذه المباراة وهل سيتكرر سيناريو 2001 إن شاء الله يسويها عماد بصراحة غير يعني أنا أرفع القبعة يعني الكابتن عماد جاسم عماد محمد عماد محمد العفو عماد محمد الوجه التحيل عماد جاسم أحد لاعبيك السابقين نعم بأمريكا لا أنا بأمريكا عماد جاسم الكابتن عماد محمد آسف منتخب شباب العراق بصراحة يقدم أداء ممتاز جدا كيف يقدم أداء جدا يعني ممتاز لأنه كرة القدم أصبحت شكلين والشكل الثالث هو الضربات الثابتة شكل عندما عندك الكرة تهجم عندما تفقد الكرة ترجع الدافع نعم المنتخب شباب العراق الآن يطبق هذه الحالة نعم صح منتخب اليامان من أقوى الفرق أنا حسب رأي الشخص غير صحيح منتخب اليامان أحسن فريق لحد الآن شفته بالبطولة خير دي على ذلك هو أربع مباراة فاز وعليه هدف فاحد وإلى تسعة هدف على هذا الأساس يعني هي مباراة موسهلة مباراة صحبة أكيد أكيد وأعتقد يعني كابتن عماد محمد يعني هي النظام اللي راح يلعب به الفريق بالشكل الصحيح توقعك كابتن توقعك بصراحة توقع فريقنا يفوز يا الله فريقنا أحيانا الحماس والغيرة تلعب دور كبير إن شاء الله تلغي الجانب البدني وتلغي الجانب التكتيكي وتلغي الجانب النفسي هو اللي يلعب دور كبير وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى إن شاء الله لحقيقة واحد من عمالقة الكرة العراقية هو النجم الكبير النجم الفرطوس اللي كان معي عبر هذا الاتصال من العاصمة القطرية الدوحة ونحن أيضا نتمنى الموفقية والنجاح بكل حب ومودة كل القلوب ستكون مع ليوث الرافدين في مباراتهم المرتقبة يوم الأربعاء إن شاء الله مع الفريق الياباني الصعب لكن ولد الملح قدها إن شاء الله وأمنى كبير بعماد محمد وبيليوث الرافدين وسنكون معكم بإذن الله تعالى في تغطية لهذه المبارات اللي أتمنى أن نصل به إلى نهائي كأساسية سادتي الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي أشكر فيها ضيفي الكريم كابتن مجبل فرطوس اللي كان معي من العاصمة القطرية الدوحة ولكم سادتي الأكارم على حسن المتابعة نقول لكم تحيات جميع من كان معي من زملائي في استوديو البث والكنترول ومن خلفهم مخرج البرنامج المبدع دائما وسيم وسامة ومني أنا محديثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم يوم غد بإذن الله وحلقة جديدة من حلقات الشرط الثالث عبر الشرقية إلى يوم قد أقول لكم بإذن الله